ما أن أعلنت وزارة المالية تحقيق العراق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال عام 2021 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي حتى ارتفعت مؤشرات التفاول الاقتصادي والشعبي في البلاد تقرير الصندوق الذي صدر مؤخراً كشف عن معادلات متساعدة مقارنة مع دول الخليج العربي ومصر والأردن لكن الصندوق رجح بشكل مباشر توقعاته بعد سلسلة الإصلاحات الجوهرية سيما ما أطلقه رئيس الوزراء من ورقة بيضاء نوقشت في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط وبهذا يكون القاظم قد حقق ما عكف على صناعته منذ بداية تسلمه منصب رئيس الوزراء وترأسه لجاناً اقتصادية واستثمارية سعى من خلالها لحماية الجسد الاقتصادي وتنوع في البيئة الاقتصادية في العراق بعيداً عن الاعتماد الأحادي على النفط ومنتجاته واتضح هذا المشوار المعزز بالاهتمام في تفاصيل بناء مستقبل استثماري للعراق والعراقيين وفي المحصلة فإنما قدمه الخبر من تفاصيل مشجعة سيما بالتفوق على كبرى دول الخليج اقتصادياً مثل السعودية وقطر فإنه يمنح الضوء الأخضر في الأشهر المقبلة لإنجاز ما قد توقف إنجازه في البلاد بفعل العوامل الجيوسياسية والأمنية والصحية في البلاد وتبقى سياسة الكاظم في البناء الاقتصادي محط أنظار المجتمع الدولي تحديداً ما يريده وفريقه الحكومي من تفعيل مشاريع البنى التحتية والتي تشمل مجالات المياه والمطارات والقطارات والغاز الطبيعي وفي حال تجديد ولاية ثانية للكاظم فإن التوقعات تشير إلى تصاعد في عملية البناء والإعمار الذي يحتجه البلد لحل أكبر المشكلات مثل البطالة ومعدلات الفقر ورفع نسبة الإنماء ليعود العراق إلى الواجهة العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر